مساء الخير اهلا بكم في حلقة جديدة من شوية فاتفادة احداث الاسبوع اللي فات نتكلم فيها بسرعة يلا بنا نبدأ ومن الاول اخبار في بداية الاسبوع كان اخبار عن اشتباكات بين السودان واسيوبيا بسبب محاولة ميليشيات اسيوبية ان هما ياخدوا من مية النيل وحسب الخبر ان هما كمان يزرعوا جزء من ارض السودان او يدخلوا في زراعات ارض السودان خبر ما كانش مفهوم والاشتباكات اصفرت عن ضحايا ربنا ارحمهم جميعا لكن موضوعهم ما تطورش اكتر من كده ما كانش فيه كلام عنه او ان الاشتباكات استمرت لكذا يوم هو موضوع كان في يوم واحد وخلص على كده خبر بعديه بشوية كانت تابع ليه لكن تنفى ان هيبقى فيه قاعدة عسكرية لمصر في جنوب السودان الخبر طلع والناس كتير كلمت ان ده بتهديد صريح من مصر لاثيوبيا على موضوع سد النهضة والكلام ده كله ولكن بعدها بشوية الموضوع اتنفى او طلع الاخبار متضربة فمحدش فهم الدنيا تمشي ازاي في الكلام ده المفوض ان قبلها مثلا بحوالي عشرة ايام كان فيه كلام ان اثيوبيا وفق التاني انها ترجع تاني المفوضات السلسية اللي هي بين مصر والسودان واثيوبيا بخصوص صد النهضة فايه اللي بيحصل بالزبط والدنيا تمشي ازاي انا اتمنى ان الموضوع ده يتحل انا طبعا حاجة السيئة بالنسبة للسودان وبالنسبة لمصر مية النيل الخبر التاني اللي كان العالم كله متابعه كان اطلاق مشترك ما بين ناسا وسبايس اكس لاثنين رواد فضاء لمحطة الفضاء الدولية والموضوع ده كان على اهتمام العالم كله اللي اكثر من سبب اولا ده اطلاق صاروخ لسبايس اكس يبقى عليه الرواد فضائيين قبل كده كل الصواريخ اللي طلقت ما كانش عليها بني ادمين تاني حاجة ده اول تعاون بين ناسا اللي هي بتمثل للحكومة وشركة خاصة زي سبايس اكس تالت حاجة هو اول اطلاق لرواد فضاء من على ارض امريكية من حوالي تسع سنين ده كان اهمية الموضوع ده الصاروخ طلاع والكابسول اللي اتفكوا ووصلوا محطة الفضاء الدولية والمفروض خلال الاهم الجاية او انا صراعا ما تبعتش هو الصاروخ رجع طبعا من سبايس اكس من الفكرة الاساسية انه بعد اطلاق الصاروخ الصاروخ بيرجع تاني اللي القاعدة التنمية في البحرة بيتعمل عليه شوية سنة واقدر انه يطلع للاطلاق تاني مش بيبقى استعمال مرة واحدة نقطة تاريخية في عالم الفضاء نقطة بتوفر كتير جدا في عمليات الاطلاق لان انت بتحتاج عمليات صيانة للصاروخ اللي بيرجع مش بتعمل حاجة من اول وديد واكيد اخبار الكورونا وتطورات الكورونا وما هي اللي بيحصل عندنا كذا الاولى بطاعت ان هي تفتح الاجواء بتاعتها فرنسا بتاعتها بشكل شبه كله ابتدى كلام كتير على الطيران الدولي في حتات كتير من العالم انا مش بكلم عن وصر لسه الموضوع يتحدد الاسبوع اللي جاي لسه كده كده من بعد 15 رينيوان دنيا ورئيس الوزراء ايه لانه هيبقى في مؤتمر الاسبوع اللي جاي يوضح الخطة ولكن عموما في دول كتير ابتدى بشكل ما هي الدنيا ترجع لطبعتها بنسبة اكبر من قبل كده بنسبة للدواء واللقاح فالصين بتعلن ان هي خاص دخل على المرحلة التالتة من التجارب للقاح اللي هي بتنتجه وان هو فعال بنسبة 99% لطبعا لكلامهم برضو فيه لقاح من روسيا اسمه افيفا فير ولسه التجارب شغال عليه وفيه لسه كلام كثير على الهيدروكسي كلوروكين فيه مجلة علمية اسمها لانست كان طلع عليها بحث بيقول ان الهيدروكسي كلوروكين مش يعني مش مؤسر ملوش تأثير يعني مش مفيد في العلاج وبعدين طلع وبعدها بكام يوم قالوا احنا عندنا تشكك في النتائج وفي البحث وبعدين طلعوا تاني قالوا احنا بنعتذر وهنسحب البحث لان احنا يعني يعني جبنا زي طرف محايد يتأكد من الداتا والطرف اللي قدم البحث رفض انه يدي الداتا كاملة فنسحب البحث فتشكوا كثير حتى فيه اخبار عن منظمة الصحة العالمية انه كانوا طلعوا وقالوا لازم الهيدروكسي كلوروكين يتشالم البروتوكول وبعدين طلعوا بعدها بكام يوم رجعوا تاني فيه لغة في النقطة دي فيه ان في الموضوع ده يعني اتمنى الناس تفوق وتجتمع ان حياة البنى قدمين اهم من اي حاجة اهم من اي مصالح اهم من اي سياسات اهم من اي مكاسب سواء لشركات الادواء او غيره ويقولوا حاجة صحة للعالم وبقدر الامكان تبقى حاجة موحدة ما يبقاش كل واحد شغال بجناء وفي نفس الوقت تبقى بقى فيه تجربة الروبوت في المستشفيات انها تعمل بعض الحاجات الطبية البسيطة بحيث انها تخفف التعرض بتاع دكاترة للكورونا تجربة دي بدأت في رواندا كان لهم تبرعات بثلاث روبوتات انهم يعملوا حاجات طبية بسيطة انهم يخذوا الروبوتات ويقللوا حاجات ويقلل تلامس ما بين الدكاترة والمرضى تجربة لطيفة اكيد ستتطور اكثر من كده اصلا اصلا فيه كلام من الناس مستنية الـ 5G عشان يبقى فيه عمليات جراحية عن بعض الروبوت اعتمادا على سرعة الانترنت وهو بط فدى تجربة اعتقدناها خطوة من خطوات كتيرا لسه نشوفها في المجال الطبي والموضوع اللي كل الناس تتكلم به دلوقتي زي الكورونا ويمكن اكثر هو العنصرية وكان بالتكلمة اكثر عمليكا لكن شفنا في بداية الاسبوع كلام من واحدة الكويتية اسمها هاريم الشمري هاي موضوع ده يكتنا فيه فيديو الوحده الناس كتير قامت بالوجب فننتكلم فيه ثاني ونرجع لأمريكا وتبعية المظاهرات التي كانت بناء على مقتل مواطن أمريكي بشرته صامرة من شرطي بشرته وبيضة وقاتب بدم بارد وهو قاد يتوسل فيه ومن هنا مظاهرات قلب أمريكا فهو ليس مصير للسخرية ولكن مصير للإستقراب أنها شبه جدا الذي حدث في 2011 حتى تعليقات المسؤولين غريبة جدا مبارح تلو قاله من أحد أسباب الوفاية أنه كان شارب خمرة هذا يفكرني بخالد سعيد قال له كماحة التحشيش وبلعها فهو يفيد في الظروط فيه سرقة للمولات يدخلوا ويكسروا المحلات الغالية سواء أبل أو لوي بيتان أو غيره فيه حاجات كثير من نفسه وفيه ناس سلميين عادي جدا في الشارع بيتظاهروا الطريقة تتظاهروا حتى أن هم ينزلوا على رجبة أو أن هم ينام الأرض وفيه حاجات يدههم وردههم مثل درجو فلويد ما كان فاق خلقاته الموضوع سيصل إلى محدة لا أعرف ترامب أيضا نازل الجيش وقال أنه هو نازل الجيش وترامب تعليقاته على الحسابات الأسمية وغريب يعني يتلع في أكاونت تقريبا على فيسبوك في يوم الأيام مش عارف فيما معناه يعني واشنطو كانت مستقرة ومن يابلس كمان كانت مستقرة وكاتب بين قوسين الله ينور يا ترامب أو برافو ترامب حاجة كده بيشجع نفسه فمش مفهوم الدنيا ترامب احنا متعواضيين كده على تعليقات وصبابة في التصريحات الصحفية وعلى السوشيال ميديا ولكن هو مش شخص غبي يعني هو كرجل أعمال أصلا من قبل برايض الجمهورية هو مش شخص غبي يخلص بس الدنيا توصل اتمنى ان يعني توصل لأي حاجة بدون ضحايا يعني اي ان كان اللي هتوصل له توصل لأي حاجة بدون ضحايا وفي نفس الوقت طبعا احنا في أي حاجة نظريات شغلة حتى لأي حاجة مش بتاعتنا دخلنا الإخوان وكتر وكل الحباشتكينيات في القصة دي اللي يقول لكم سبب السراء اللي يقول لكم ما عايزين يوقع ترامب عشان ترامب بيساني دي السيسي واللي مش عارف ايه يعني عادي ده العادي بتاعنا مفيش مشكلة وبعد الكورونا وبعد كل الحاجات دي بخبر كده سهل ان انت تطلعها من روسيا ولكن في ناس بتتكلم ان هو بالدنيا شبه تشيرنوبل بان هما الناس اللي كانت تتكلموا متأخر فده اللي خلنا نحن وصلنا الوقتين موضوع مأساوي الناس بتتكلم ان عقبالما الدنيا تتصفة ويقدروا يساطر على الوضع فيها كذا سنة بسبب كمية البترول اللي طلعت في الأنهار ربنا يسطل في احدى اللقاءات التليفزيونية تبقى لتاريخ فيديو اليوتيوب واضح ان كان حاجة وقت عيد الفطر او بعدها المهم يعني رغب علامة كان يتكلم وشايف ان حل ازمة لبنان ان الجيش يستلم السلطة ويبتدي يحاسب الناس الفيديو انا هتقول لك في كومنتس ما اتخذش ان اقدر ادمجه مع الفيديو الحاجات اللي الملكية ولكن هذا هو مقتنع الجيش يستلم السلطة ولكن قال في النص انه يبقى فيه رقاب عليه مش عارف اتعمالها ازاي بصراحة اخر خبر يعني هو حاجة حاجة سيئة جدا غير انسانية يعني شاملي حد ممكن يعمل كده يعني الخبر كان في الهند انسى كانت غابة وهي حامل وضع هكذا احد العمال او احد المزرعين او ان كانت اداها الناس انسى كانت متفجرات فبتدت تاكل و انتفجرت جوابت نهائية وماتت وهي وقفت في النهر يعني الخبر سخيف فعلا الخبر سخيف يعني طبعا هو فيه حاجات بتحصل كده وفيه حاجات لها علاقة بالصيد والعاج والمشعارف ايه والكلام بس مش كده مش مش بالطريقة دي يعني وبتدى يطلع بيعني صور كتير وكومك كتير طبعا كل الناس اللي هيا في حقوق الحيوان وكلام ده كله يعني الموضوع عمل ازمة ان كان لسه ما تمش التعرف على مين اللي عمل كده واظن هيكون صعب لانه كان في غابة في مكان مفتوح هيبقى صعب ان يحد يوصل له ولكن يعني اا نتمنى يعني يوصل له بس دي كده كانت كل الاخبار بتاعت الاسبوع اللي فات اللي اكتر ترينج على السوشيال ميديا لو عجبكم الفيديو لايك سبسكرايب وشير في كل حتة شوفكم ان شاء الله الحلقة دا جاي سلام